السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صدل ازاي حضرتك يا شيخ الحمد لله يا شيخ انا تواصلت مع حضرتك من ساعتين تقريبا على موبايلك الخاص وسألتك عن حكم تار كرامي الجمار والمبيت سمينة بحال خاص عندنا انا كنت بحجة انا وزوجتي بهاية تعبت انا اجابتك بما لا يحتاج الى اعادة اجابتك باجابة واضحة لا تحتاج الى اعادة عموما سؤالك في انك كنت مع زوجتك في الحج فحصل لها اغماء فانت انشغلت بها فوكلت من يرمي عنك وعنها صح وقلت لك لا شيء عليكم ما دمتم ووكلتم للعزري وسألت سؤالا اخر في عدم المبيت بمنا لعلل معينة قلت لك ايضا لا اسمع ليك لانهم الان الضرورات تحمل الناس لان يمتد مبيتهم الى مجدلفة الضرورات هي غندم الشامع الضرورات هي انت مضطر اضطرت الى ذلك المهمة فهمت الان الحمد لله